السلام عليكم قبل الله أبدأ قصة اليوم في بعض المتابعين يعني سواء اللي راشلوني في الخاص أو حتى لما ألتقي فيهم بالمصادفة أو أحد من اللي عارفه يعني داما يذكر لي موضوع مثلا قصة يقول لي القصة الفلانية اللي ذكرتها يا بطلال فيها تفاصيل مختلفة أو فيها تفاصيل ناقصة أو يعني ينتقد يعني بعض القصص لكن أنا بأوضح لكم نقطة أول شيء أنا مو وكي نيابة يعني إحنا مو في جلسة مثلا محاكمة أو نبينثبت تهمة على شخص ولا لا هي قصة يعني أهم شيء في القصة أركان القصة تكون مكتملة وأن التفاصيل الجوهرية تكون موجودة في القصة يعني في واحد مرة انتقدني على قصة يقول لي بطلال صراحة القصة اللي ذكرتها غلط قلت له شلون قال لي تكلمت مرة عن منتهم أنحاش من مخفر وأنه مكلبة بدينه قلت له زين أنا ذكرت أنه مكلبة بدينه ورجوله قال لي إيه هذه السالفة خطأ قلت له حلو قول لي شنو الخطأ شنو الصحيح بالموضوع قال لي الصحيح أنه ما كان مكلبة بدينه كان مكلبة برجوله فقط قلت له زين وبعدين قال لي بس قلت له يعني حين تعتبر أن القصة كلها غلط علشان أنا قلت أنه الكلبة بدينه ورجوله والسالفة الصحيح أنه بس برجوله هذا ما يغير من جوهر القصة أصلا يعني حتى الانتقاد يعني يا جماعة ركزوا معي القصة أهم شيء أنت تأخذ يعني درامة القصة كاملة أما التفاصيل إذا أنا بش رح كل قصة بتفاصيلها يعني أحتاج يعني يومين وأنا أسجل قضية مو معقولة أذكر لك حتى التفاصيل لأنت أصلا ما تحتاجها يعني ولا راح تفيدك يعني ولا إذا أنت مهتم في أي قصة معينة مثلا وتحب أنه يعني تطور معرفتك بالقصة وتفاصيلها تقدر تبحث فيها يعني لكن مو ذنب المتابعين التفاصيل اللي مالها داعي أذكرها بعد ويكون الفيديو ممل بتكلم اليوم على قصة نمى فتاة التغيب عن بيتها قضية التغيب الفتيات الله يهدينا ويهديهم إن شاء الله يعني هذه من المصائب بهز من صراحة يعني الفتاة اللي تغيب من بيتها وتروح يعني تنحرف مع شباب مع بنات تهرب من بيتهم وتروح لاجع لأحد الدول قصة تغيب الفتاة هذه بحد ذاتها والله يا إنها تجلب بلاوي يعني كثير آباء اللي انجلط اللي صار فيه مرض اللي مات من القهر على بنتها نمى التغيب وسواد الويتش جدام الناس إذا أنت يا البنية اللي تفكرين أنتش تغيبين عن بيتكم إذا مو خايفة على نفسك خافي على يعني سمعة أبوك وإخوانك وهلك يعني هذه كافي أنها تقضي على حياة أبوك وأموك وهلك وعمامك وخوالك مصيبة مصيبة بجميع مقاييسها حافظي على نفسك وحافظي على عائلتك ما في أحد يضفك ويحافظ عليك أكثر من هلك في قصة شوف البلاوة اللي تحصل في غضية التغيب في مرة طالب ضابط داش الكلية تعرفون ضباط أول فترة يحجزونهم تقريبا أربعة أشهر خمس أشهر وبعدين بعد ما يخلصون المواد اللي يدرسونها في الكلية خلاص يخلونهم كل ويكند يطلعون يردون يعني يطلع يوم الخميس يرد يوم السبت بالليل هذا في طالب ضابط وحيد أمه وأبوه وأبوه حاط آماله كله على الله ثم على هالولد هذا مهتم فيه بشكل مطبيعي والولد متفوق ومحترام سبحان الله الولد بعد ما دش الكلية أول فترة حجزه بعدين قام يطلع يروح بيتهم وكذا كل ويكند ويرجع للكلية ما لكم بالطويلة الولد هذا عنده كامارو تعرفون سيارة الكامارو هذه فيطلع لما يطلع من الكلية بالويكند ياخذ الكامارو هذا يتمشى فيه شوية يبيرفع عن نفسه لأنه يبيرجع دوامه بعد فترة وينحجز قام هالولد وقاعد يتمشى في السالمية في شارع نحن عندنا يسمونا شارع المطاعم معروف يعني كثير كواتين يعرفون وكذلك خليجين وهو قاعد تمشى شاف مجموعة من الشباب ويتحرشون البنت البنت قاعد تمشى ومبين أن البنت ما عندها سيارة ما عندها أحد ومشيتها غريبة البنت ما هي مضبوطة فيمرون الشباب اللي على السيارات يتحرشون يحاولون يتعرفون عليها يحاولون كذا الولد تعرفون داش جو أنه ضابط في المستقبل وأكاديمية الشرطة وكذا فالحس الأمني مرتفع عنده فتدخل بالموضوع داش بينهم قال نعم أنا ترى طالب ضابط ولا تخلوني أبلغ عنكم ما در شنو ليش تحرشون في البنت الولد كانت نية سليمة هذه إحنا خالصين منها المهم مؤخر الشباب قال حق البنت تابين أعطيتش تريفون تابين شي أنت مضيعة تابين أهلت شخصة قالت لأ بس ياريت لو تأخذني طلعني برة شارع المطاعم هذا توديني مكان ثاني الولد قال لا يلا ركبي ما عندي مشكلة ركبت معا ومش الولد طبعا هذه الغلطة اللي سواها الولد إنه ركب البنت معاو ما يعرف هذه منه البنت وشنو قصتها ما لكم بالطويلة الشباب اللي هذا الولد طردهم واخرهم عن البنت ودافع عنها احقدوا عليه وخصوصا ما طلع لهم إنه أثبات إنه يعني عسكري رجل أمن وكذا صحيح إنه طالب ضابط لكن يعتبر عسكري كذلك وخافوا إنه يعني يبلغ عنهم كذا فأوخروا لكن حقدوا عليه شافوا وركبها بالسيارة ومشها قالوا ها هذا وخرنا وقعد يضبطها انتم فهمتوا شون الفكرة توقعوا شو سوا الشباب قاموا واتصلوا على العمليات الشرطة قالوا في واحد سيارة نوع كامارو اللون كذا رغم اللوحة كذا هذا خطف بنت في شارع المطاعم الله أكبر طبعا قضية خطف إحنا عندنا في الكويت معروف القصرة هذه خصوصا لما يجي بلاغ لرجال الأمن إنه في خطف لفتاة يعني يكون استنفار سريع جدا في محاولة لتطويق المنطقة علشان ما يطلع بره بعيد ويقدرون يسيطرون عن موضوع يعني فيكون أسرها البنت لما يجيهم بلاغ خطف وهذا اللي حصل مع صاحبنا على طول استنفروا رجال دوريات محافظة اللحمة دي وطوقوا منطقة السالمية بالكامل الولد ما مداه إنه يوصل طر المنطقة إلا موقفين الدوريات وقف وقف نزلو كلبت وقطوا بالدورية لحظة خنفهمكم القصة قالوا الحبيبي تفهم القصة وين في المغفر أخذوا الولد وأخذوا معا البنت ودهم المغفر ومسكوا البنت شفيك عسى ما شر شنو قصتك ها لا ما في شي أعطينا ثباتك ولا البنت مسجل عليها قضية تغيوب قالوا وين كنت وكذا دائما البنت اللي تغيب عنها لها هذي لا تستبعد منها أي شي ممكن توديك بستين داهية وهذا اللي سوتها مع الولد الفغير اللي يبي يساعدها قالت أنا كنت عايشة عندها الولد هذا شلون عايشة عند الولد قالت اهو اللي ما أخذني شون ما أخذت قالت ايه اهو اللي ما أخذني وخاطفني غصبا علي الولد راح بشربة مي الولد قال ليش خاطف البنت قال لا والله لا خاطف ولا شي والموضوع كذا 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 وانا شفتها بالشارع وحاولت تساعدها و قالوا لحبيبي البنت متغيبة وقاصر وتقول انك خاطفها قعد يبجي الولد اتصل على ابوه جاء ابوه يبجي ابوه قال يا يبو شلون شلون انت يعني طوف عليك شي مثل هذا بنت متغيبة وقاصر مركبها معاك بسيارة أهلها يدورون عليها المصيبة بالموضوع شنو دروا أهلها أنه تم القبض على بنتهم المتغيبة جاك ابوها واخوانها وعمامها وخوالها يبي يذبحون البنت ويبي يذبحون الولد الحين من بيصدق الولد هذا بدأ مشت القضية وتبهذل الولد الضابط تمسخر آخر مسخرة وتغيب عن الكلية وفصلوه عن الكلية وتحريات وحولوه النيابة والنيابة يعني قدرت يعني بعد تحريات المباحث وأثبتت أن الولد هذا فعلا كان في الكلية وجابوا كشف أنه كان يدوم في الكلية وأنه كلامها غير صحيح لأن البنت كانت متغيبة أكثر من شهرين ثلاثة فشلون يعني كان خاطفها المدة هذه كلها البنت رجع قالت لهم يوم سألوا البنت قالوا لها شون تقولين أنه خاطفت وأنت متغيبة أكثر من شهرين ثلاثة والولد أثبت أنه فعلا كان في الكلية محجوز قالت صحيح أنا كنت مخطوفة عند واحد ثاني وبعدين لما قطني في شارع المطاعم كنت موعدة هذا أنه يجيني الوقت الفلاني اليوم يأخذني ما لكم بالطويلة البنت بنت كلب زين حش من يسمع تبت ورط الولد بأي طريقة قام أبوه يترج وكذا تدون الولد علشان بس يتنازلون أهل البنت اطلعوا كذلك حشاكم ناس واضية الولد دفع أكثر من عشر تلاف دينار بس علشان يتنازلون أن القضية ما تطور وتكبر معاه وأنه يقدر بس يرجع حق كليته وفعلا تم التنازل وراحوا جابوا لهم مليون واسطة عشان يردون الكلية ما نفع لأن الولد كان مسجل عليه قضية خط وخط قاصر الولد تدمر بس الله فك من هالقضية وهذا اللي حصل معاه بسبة بنت متغيبة أنا عارف عباركم من القصة انتهت لا أنا أصلا القصة ما بديت فيها للحين في سنة 2011 تم تسجيل القضية التغيب على فتاة سورية من مواليد 92 في محافظة الجهرة وين راحت البنت أهلها ما يدرون عندها أبو واخوانها أربعة شباب وأمها وبنتهم البنت الوحيدة عندهم في البيت هذي وين راحت البنت قالوا أكيد خطفت فجأة ويعثرون عليها رجال الأمن وين اعثروا عليها بنقطة التفتيش مع ولد شباب الله أكبر وين كنت يبه والله أنا كنت عند فلان هذا صديق شون صديق وين قاعد أنتي تالي تالي الولد تمسكوه واحذفو في النظارة والبنت اتصلوا على أهلها قال لهم يبه تعالوا ترى لقينا بنتكم شلون يحضرون أبوها واخوانها طبعا دخلوا بحالة هسترية ومطبيعية شلون متغيبة ورايحة ويا واحد وكذا فعلا الله الله يا ربي يحمينا ويكفينا شر يعني هالقضايا هذه فعلا مصيبة المهم رجال ما باحث معروفة دايما إذا البنت كانت متغيبة يسلمونها حق أهلها يعني لابد أن يسلمونها لكن يأخذون تعهد على الأب والأخوان أنه ما حد يتعرض للبنت يعني احتياطا أنه ممكن أنه ينتقمون منها يعني تعرفون أنتم قضايا الشرف هذه مشكلة خذوا البنت وتوكلوا على الله وتسكرت القضية والولد اللي كان متستر عليها ما أخذ خذها على سجن ثلاث سنوات لحد هنا الموضوع انتهى بعد يومين ويستقبل مغفر الجهرة اتصال هاتفي من منه من أم الفتاة قالوا مرحبا كيف كون هلا حياة شاء الله تفضلي والله أنا بدي أسأل عن بنتي فلانا منه فلانا بنتي كان عليها قضية تغيب وما عثرت عليها للحين راجل أمن صدم لما شيك ولا هذه البنت اللي قبل يومين مسلمين حق ابوها واخوانها فقال لها من انتي قالت أنا أم البنت قال لها البنت ما رجعت للبيت للحين قالت لا ما رجعت وأنا بنت تظر أنتم مو عثرت عليها ولا لا قال لا خلاص عطينا رغم تليفون ونحن نتصل عليك مرة ثانية ما حب أنه يبلغها بالتفاصيل لأنه شك في الموضوع وهذا ترى حنكة فطنة رجال الأمن في بعض رجال الأمن ما يطوف شي ولكن في بعض رجال الأمن لو يشوف يعني جريمة قتل جدام عينه على بالغ شبرة يمشي صراح أقول لكم يعني سبحان الله دشر في واحد ذكي وفي واحد غبي لكن هذا رجل الأمن كان ذهين على طول فهم السالفة قال الأم ما تدري إن إحنا شي غلط في الموضوع قال لها خلاص أنا راح أبلغج في الموضوع عطي نغم تليفونج يلا مع السلام مع السلام قام تصل في المباحث اللي عنده في المغفر يبقى الأم أم البنت ما تدري إن البنت إحنا سلمناها لأبوها وإخوانها قبل يومين فالبنت وين راحت تشيكوا عليها قال لهم تأكد قال لي نعم وهذا رغم تليفون الأم رجال ما باحث على طول تصلوا على الأب والأخوان الأربعة حياكم مرون المغفر نبيكم موضوع شو في شي لا ما في شي بس هذه جراءات روتينية إحنا قاعد ننفذها يعني بس ممكن تمرون علينا شوي قال أوكي حضروا المغفر امسكوا الأب قال يا حجي البنت اللي إحنا سلمناك إياها قبل يومين وينها قال هربت كيف شون هربت حبيبي قال هربت أول ما أخذيتها عشان أوديها البيت هربت من البيت ما أردت تدخلوا هربت وما قدرنا نلحقها ما باحث على طول قالوا حبيبي أنت يعني تكلم بشي واقع يعني شي صدق العقل بنتك صالها متغيبة كم شهر ولم نسلمك إياها وانت جيتنا معصب وكتبناك على تعهد ولما توصل البيت هربت بهالسهولة هذه لا ما دش المخ البنت وين يا حبيبي قال والله ما أدري يا الشباب لأربع عندهم وين البنت قال ما ندري أبوي وصلها البيت ونحاشت منه أول ما حاولت أن تدخل البيت انحاشت منه وابوي رجال كبير ما يقدر يركض وراها قالوا أوكي شرفونا عن نظارة خلكم بالنظارة قاموا تصلوا على الأم تعالي المخفر أحضرت الأم وين البنت اجقالت أبدا ولا قالوا لي أن استلموا البنت ولا قالوا لي أن البنت أصلا أحد لقاها بعد ما سجلنا عليها قضية تغيب امسكوا الأب مرة ثانية الحين إحنا لما سلمناك البنت وانت تقول أنها هربت ليش ما بلغت أم البنت أن احنا عثرنا على البنت مهي أمها ليش ما قلت لها انحاشت كذلك هذا دليل على أن أنت مخب البنت كذلك عن أمها البنت وين تكلم قال ما أدري اضغطوا علي مني منك حس أن خلاص المباحث عارفين أن ورا اختفاء البنية قال لهم يبقى ولدي فلان هو اللي خذ البنت وأنا ما أدري عنها قط ها براس الولد امسك الولد قالوا أبوك اعترف عليك قالوا أن أنت اللي خذيت البنت وين وديتها الولد على طول عمره 26 سنة بطل جربة قال يبا أنا غسلت عاري بعد ما سلمت إياها أختها على طول أنا وأبوي وأخواني ثلاثة أنا على طول أبوي أو شي اعتدى عليها بالضرب بالسيارة وأنا على طول نطيت ومسكتها من رقبتها وخنكتها لين فارغة الحياة وما بلغنا أمي في الموضوع رحت البيت وأخذنا بطانية الغطأ هذا ولفيناها في الغطأ وديناها إلى بر السالمي ودفناها هناك وأرشد رجال الأمن عن مكان اللي دفن فيه الجثة وفعلا تم استخراج الجثة وحالتها للطب الشرعي وتبين أن البنت تعرضت لكدمات يعني ضرب في الوجه وفي الجسد وبعدين إلى آثار خنق في الرقبة وفارقة الحياة على هذا الأساس وتم تسجيل قضية القتل هذه طبعا تم تبرئة الأب لكن أخو البنت انحكم 15 سنة واخوانها الثانيين كل واحد خذاله ثلاث سنوات للمشاركة بعد تنفيذ حكم والسجن يتم إبعادهم عن البلاد هذه نهاية صالفتنا وإن شاء الله في صالفة قاتمة وفمان الله مع السلامة